بحثة رفعة المستوى من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تضم رؤساء كل من التوغو غانا وغامبيا تحل بالعاصمة باماكو وفي الأجندة بحث مخرج للأزمة بين مالي وكودفوار على خلفية احتجاز 46 جنديا إفواريا منذ العاشر جوليا المنصرم لا تبدو مهمة بحثة إكواس إلى مالي سهلة خصوصا وأن باماكو تعتبر الجنود الإفواريين المعتقلين لديها مرتزقة وتتهمهم بمحاولة المس بالأمن الخارجي للدولة رغم أن جارتها كودفوار تصر على أن جنودها حلوا بباماكو في إطار تناوب روتيني لعناصرها الذين يقدمون خدمات دعم لبعتة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي من أسما وربما تشي تصريحة وزير الخارجية المالي عبدالاديو بالخصوص بصعوبة مهمة بحثة إكواس فرئيس الدبلوماسية المالية أكد أن بلاده لن تسمح بفرض حل للأزمة الدبلوماسية مع كودفوار وأن كل ما تريده مالي هو البحث عن طرق ووسائل لإيجاد أرضية توافق بين مالي وكودفوار على حد قوله تشدر الإشارة إلى أن قرار إرسال البحثة اتخذه قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قيمة استثنائية على هامش الضورة السبعة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة بالنيويورك كان مقررا الثلاثة إلا أن السلطات المالية أبلغت إكواس أن وفدها الرئاسي لن يكون استقباله ممكنا إلا اليوم أو غدا مبررة ذلك بإكراهات أجندة تم وضعها مسبقا